السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي اليوم جايبين فيديو جديد وصفة جديدة كروسة الزبرة اول مرة تشوفوا الفيديو يريد تشتركوا في القناة فعلوا الجرس نخليكم مع المقادر فرجة ممتعة نصف ممتعة تشتركوا في القناة ثلاثة المعرقة زبدة دايبين بيضة معرقة صغيرة خميرة معجونة نصف معرقة صغيرة ملح نصف حليب نصف كاس السكر وشكلات نصف كاس السكر نصف نقوم بقيتها نقوم بقيتها نقوم بقيتها نقوم بقيتها نقوم بقيتها نضيف البيضة ثم الخميرة المعجونة تقريبا 7g ثم الملح نضيفها نضيفها على العجن لا نضيفها على الخميرة ونضيف من فوق منهم الزبدة اللي ذوبت من قبل نجمع هاد المكونات عاد من بعد نضيف الخميرة ونخلط بالحليب نضيف ونضيف خميرة ونضيف خميرة ونضيف كيف تشاهدوا بها الصورة ونضيف المكونات كلها بالحليب نضيف ونضيف حليب بالنسبة لكمية الحليب من طبيعة الحالة نحساب نوعية طحين ونرى كيف سوف نأخذ هذه الكمية وكيف سوف تكفين هذه الكمية ونضيف بالنسبة للعجينة حتى تكون مرخوفة يعني العجينة تحت الكروسة لكي تكون خفيفة العجينة حتى تكون مطلقة نضيف نضيف حتى نكمل حتى نجمع العجينة لديها كلها بها الصورة بها الصورة اللي كتشوفو شفتو هي اخذت لي الكاس كامل ها انتم اشوفوا العجينة كيف اشكتش انا اخذت لي كيف قلت لكم هذا الكاس كامل وما مقيتش مازال ضفت منها العجينة كتكون تتلصق بهذا الشكل اذا من بعد ما نجمع العجينة نقسمها لثلاثة الأجزاء اول جزء نضيف لي معلقة كبيرة كبيرة والجزء الثالث نضيف ليه نصف المعلقة باش نحصل على واحد درجة ديالت اللون مختلفة اذا نخلط هذا الشوكولات مزيان هذا العجين واباش ما تنشفش لنا العجينة وتجينة تقيلة نضيف واحد المعلقة للحليب لهذا الشوكولات وهي اللي غادي تخلي ليه العجينة في نفس القوام اذا نخلط مزيان هذا الشوكولات ونخليه يدخل يندخل مزيان في العجينة ومن بعد نتابع الوصفة وهنا كيف تشوفوا نفس العملية طبقتها حتى في اللون الثالث قدرت نسمع القطاع الشكلات ومعها نسمع القطاع الحليب وخلطهم مزيان اذا من بعد ما شكلت العجينة ثلاثة الأجزاء وضعتها في البلاتو كيف شفتوا وغطيتها بالبلاستيك وخليتها ترتاح من بعد من اللي خمرت وضع في حجم ديالها دابا كندوز باش نشكلها قوار بهذه الصورة اللي كتشوفو هادوك الأجزاء بثلاثة ومن طبيعة الحال غادي نستعين بالزيت ما غنستعملش طحين لأنه غاينشف العجينة اكتر اذا غادي نشكل الكوارات بهذه الصورة الأجزاء بثلاثة ومن بعد ندوز معاكم باش نشوفوا التتمة ديالة الوصفة اذا نخليكم مع الصور حتى النهاية اذا من بعد ما شكلنا العجينة اللي عندنا كوارات صغار بالصورة اللي شفته دابا غادي نبدا نورق فيهم من طبيعة الحال كيف قلنا بالزيت ناخد جوجد الألوان هنا عندي اللون البيض واللون الاسود كنورقهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا ومن بعد كنوضعهم فوق بعضياتهم ونعود نرققهم كتر كنوضع 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 بهذا الشكل بهذا الشكل هنطنيها على زوج ومن بعد هنقطعها بالموس من الوسط شوفهم زيان بهذا الشكل هنقطعها من الوسط هنقسمها على زوج ولكن غير النصف فيها يعني ما نوصلش للأطراف باش ما تقطعش ليالجينة بحال هك ونعود نورقها مرة أخرى من جديد هذيك الجهة اللي كتكون فيها الخطوط باينة هي اللي كنخليوها على برة والجهة اللي كتكون فيها قليلة غنخليوها داخل هنديرو فيها حشوة شوكلاة ونبرمو بهذا الصورة اللي كتشوفوا باش توضح لكم الصورة أكتر هادي نعاوذ معاكم واحدة أخرى كناخدو جوجة الكوائرات بهذا الصورة نورقوه نوضعوهم فوق بعضياتهم نعاوذو لهم طرق مرة أخرى مرة أخرى نبرموها بحل الحربول كيف قلنا بهذا الصورة من بعد نتني الأزوج ونقطع بالموس هاداك الجزء من النص ونخلي الأطراف ما نوصلهاش نعاوذ نورق ونوضع الخطوط لتحت الجهة اللي فيها الخطوط نخليها لتحت والجهة اللي ما فيهاش الخطوط بزاف هي اللي غادي نوضع فيها الشوكلاة نبرمو وهاي وجده اذا من بعد ما شفنا الشكل الأول وهو اللي درنا فيه جوجة الألوان كنشدوك جوجة الكوائرات كنورقوه نطبقوه ما لبعض نبرموهم ومن بعد نقطعوه بالطريقة اللي شفته ونديرو فيهم الحشوة دابا غادي نشوفو شكل آخر اللي كنطبقوه فيه الألوان بثلاثة كنناخد الكوائرات كنورقهم بهذه الصورة وكنوضعهم فوق بعض بحيث هاداك اللون الفتوح البيض هو اللي غادي ندير في الوسط باش يعطي فرصة للألوان بثلاثة يبانو اذا كنورق زيان وكندير حربول بنفس طريقة اللي درنا في الأول بهذه الصورة نقطع أيضا بالموس وما نوصلش الأطراف باش ما تتقطاش اللي ينعجينا ونعاود نورق مرة أخرى بهذه الطريقة اللي كتشوفو أيضا الجهة اللي فيها الخطوط هي اللي كنخليو على برة ونديرو الحشو في الجهة اللي ما فيهاش الخطوط بزاف كنوضع الشكولات بهذه الصورة ونشكل الكروسة ونشكل الكروسة بها الطريقة وها الكروسة ديالنا من بعد ما شكلناها كنوضعها في اللاطة الفرن بحلاكة ونخليها تتخمر ومن بعد نطيبها الكروسة ديالنا هي واجدة من بعد ما خمرت حطيتها في الفرن بلا مندهنها باش ما يتخبه وش هدوك الخطوط شوفو كيفاش كتجي خفيفة وهشيشة وغزالة في الحقيقة مناسبة للفطار للغود دي لولدة المدرسة ايضا كنتمنى للفيديو هيجبكم وكنتمنى ايضا انكم تشجعوني ودعموني بالاشتراك الى لقاء جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة